اشتركوا في القناة ما هو وايضا كيف ممكن انه نقوم بالاسعافات الاولية او اسعافه حتى نوقف هذا النزيف بدأتا نصبح على ضيفنا اليهات الصباح صباح الخير دكتور محمد يعطيك الف عافية الله عافية ياهنا يمكن احنا يعرفنا الرعاف بهو نزيف في الانف ويمكن تعريفه بسيط انه هو الدم اللي بيخرج من الانف لكن حبي من خلال حضرتك نتعرف هل هو يعتبر مرض ام هو عارض ممكن انه يتعرض له يعني الاشخاص اللي ممكن انهم يعانوا من هذا النزيف صباح الخير اولا صباح الخير فهو حقيقة موضوع النزيف للانف او الرعاف هو عرض حقيقة لانه يعني بس يعني عملية الدم من الانف هي تسمى الرعاف او النزيف فلذلك يعني اي واحد يعني عادة نحن بالعامية بيحكوها ترعاف كما بعرفه باللغة العربية رعاف كما لكني حقيقة نزيف من الانف نعم اوكي فلما يكون الشخص ممكن انه ترعف كتير وبراجعنا مرات بيجينا هو بنفس الوضع اللي فيه نزيف من الانف في وضعين يعني اكثر الناس بيجي بقول والله يا دكتور انا بظل اترعف اي او ابني بالليل بنصحى بنلقى المخدم الياني دم نعم او انه مثلا انا بين حين واخر بترعف بس لما بيجينا بيكون اوكي بيكون واقف النزيف بيكون واقف النزيف لكن اللي بيجينا بحالة الرعاف يعني هو حقيقة بيكون نزيف يعني وغالبا بتكون عند الكبار او كبار السن يكون عندهم شوي تصلب الشرايين ومكان الرعاف مختلف شوي عن الاطفال نعم اذا بنتحدث دكتور يعني يعني قبل ما اخوض في تفاصيله حابة اعرف يعني اسبابه ويمكن احنا عم منقول حلاء في ارتفاع لدرجات الحرارة ويمكن ارتفاع لدرجات الحرارة تكون احد الاسباب اللي تأثر على زيادة الاشخاص اللي عندهم رعاف او نزيف الانف لكن من خلال حضرتك طبعا نحبين نتعرف على شو هي الاسباب اللي ممكن انها تأثر في هذا الموضوع وتسببه الرعاف الرعاف عادة ممكن يكون زي ما حكيت لك انه عند الاطفال له اسباب وعند الكبار له اسباب نعم بشكل عام بشكل عام اللي تفضلت فيه صحيح انه مع ارتفاع لدرجات الحرارة بصير جفاف بالغشاء المخاطئ اللي بالانف الغشاء المخاطئ زيه زي اي مكان بالجسم فيه اوعي دموي شرايين ونهايات شرايين واوردة هذه تتجمع في منطقة الامامية من الانف الحاجز الانفي اللي هو الوتيرة بسموه اللي بيفصل ما بين اليمين واليسار الحاجز اللي بالنص في منطقة على بعد تقريبا من الفتحة بسموها منطقة لتل فيها شبكة دموية كبيرة وهذه الشبكة الدموية جاي من عدة اوعي دموية بالوجه وبتلتقي فيها ذاك المكان إلا إذا كان صار شوية جفاف الأوعي الدموية سطحية مع أي حركة ممكن خاصة الطفل هو نايم بالبيت حك بيحكه أنفه مثلا فبيعمل هيك بدون ما يكون حاسس بحاله بصير معه رعاف بتعبل المخدة طبعا لحسن الحظ والحمد لله أنه الرعاف بوقف لونحاله يبهيك ظروف يعني عادة لو انترك بعد شوية نزيف بوق بوقف لحاله هذا بشكل عام ليش نحن نصح من القامع بالمخدة وبعدين ما فيش ما عنده رعاف واقف طبعا هذه طبيعة جسم الإنسان وهذا موضوع ثاني يعني كيف يصير عملية التجلط بالأوعي الدموية لما يصير جرح صحيح ممكن أنه يوقف النزيف اللي بيكون هو أغلب الأحيان وخاصة بالأطفال اللي فرازات بتكون جفت لدرجة أنه بتكون مثل الشفرة فبتكون حادة شوية وشاع المخاطئ كثير كثير رقيق وكثير كثير حساس لدرجة أنه بتشقق بسهولة بحالات الجفاف وهذه بتصير بطبعنا في حاليا هلأ مرات كثير بيكون كمان بالفترة هذه بيكون فيه رشوحات إنفلونزا وزكاة وإلتهابات فيروسية بها الأيام كمان هاي بتخلي الأنف يكون كثير كثير الغشاء المخاطئ هش لدرجة أنه أي حركة ممكن سبب هذا النزيف بعض الناس اللي عندهم انحراف بالوتيرة كمان اللي عندهم انحراف بالوتيرة هو الحاجز الأنفي كان مثلا بهالشكل نعم إذا الهواء بضرب هذا المكان بعدين بيدخل بجفة في هذه المنطقة فالأوعي دموي الموجود في هذه المنطقة كمان بتصير هشة لدرجة أنه أي حركة أي لمسة لمسة ممكن طبعا عملية تنظيف الأنف بالأصبع كمان هذه مؤذية كثير لأنف هي أحد أسباب تكرر ممكن تجرح المكان بشكل عام بشكل عام كل إنسان معرض يصير عنده رعاف لكن بعض الناس معرضين أكثر من الناس تانين هدول بدنا نعرف دكتور من خلال حضرتك مين الأشخاص اللي أكثر عرضين كنعرفنا إحنا السبب الأساسي تقريبا اللي تحدثنا فيه هو الجفاف حتى سواء في الوتيرة زي ما تفضلت برضو لأنه مجرى التنفس بيكون في مشكلة فبيسبب جفاف في منطقة معينة فهذا بيكون النزيف إذا نتحدث ليش فيه أشخاص معرضين للرعاف أكثر من أشخاص هلأ أي واحد بيجي لنا عنده رعاف أي واحد بيجي عنده رعاف عادة أننا احنا مناخذ منه سيرة مرضية نعم السيرة المرضية مهمة جدا بتعامل مع أي مرض بالدنيا باطني ولا الجراحة ولا نتسائج صحيح التاريخ المرضي نعم هل التاريخ المرضي بيهمنا أول إشي أنه نعرف هذا المريض هل هو من ناحية قضية أو من ناحية سريرية عنده مشاكل في دمه بتهيئه أنه صير عنده رعاف أم لا نعم هلأ هذا أهم نقطة فلذلك إحنا بشكل عام نسأل المريض هل أنه أنت عدل رعاف في عندك محلات تانية مثلا أنه بصير عندك أدمات أي كدم صغير بصير زراج مكانها مثلا نعم بصير في عندك بعلم بسرعة جسمه الواحد مثلا هذا الستة بنسألها عن الدورة الشهرية إذا بتكون أسوأ من بكتير هل أنه بصير مع حنزيف لما بصير السيرة المرضية مرات كثيرة بتعطينا معلومة وخاصة يعني حتى يعني عن نزيف لما بنا نعمل عملية لمريضة حسنا نسأله هاي الأسئلة نعم مش بس عن الرعاف نعم مرات إحنا إذا شكينا من نعمل بعض فحوصات الدم وهذه فحوصات الدم بتدلنا على أنه هذا المريض والله عنده أحد العوامل أو بعض اللي بتسبب التجلط بالدم فيها نقص أو فيها مشاكل فيه مرضى من هذا النوع بس الحمد لله أنه عددهم هذول الناس قليل قليل يعني أغلب الأغلبية العظمى من الناس اللي عندهم رعاف بكون شغلة بسيطة وشوية رعاف ومنطقة الأمامية للأنف اللي بصير معهم رعاف الكبار السن اللي بصير على الحبوب المميعات نعم مميع الدم هلا لسي ما تفضلت وتفضلت دكتور لما قلت اللي بيصيبه ممكن كدمات أو اللي ممكن يكون عنده يعني تاريخ بمشكلة في الدم هو ممكن يكون عنده ميوعة زائدة أيوة هو بس يعني توضيح بشكل أفضل المشاهدين هو ممكن يكون عنده ميوعة في الدم وزي ما هلا عم بتتواصل في الموضوع كبار السن ممكن يكونوا عم بياخدوا أدوية لتميع الدم آه يعني مثلا الأسبرين نعم بزيد تميع الدم الورفارين يأخدوه مرضى القلب بزيد بلافكس مثلا المواد هذه اللي بعد ما يركبوا شبكات يعني هذه ممكن يزيد الميوعة مضطرين يأخدوها لأمرات إحنا إذا بيجي المريض وعنده نزيف نمضطر نوقفها بعض الأحيان إذا كان شديد آه شديد النزيف لدرجة ما مش قادرين أن نوقف النزيف عند هذا الشخص عادة منطقة الرعاف عند كبار السن هي المنطقة الخلفية من الوثيرة للأسف وهي الأصعب بالتعاول هي الأصعب مش الأمامية الأمامية قريبة جدا يعني عادة يعني إذا بنا نحكي عن العلاج أو طريقة التعامل معها بعد شوية الأمامية قريبة يعني شوية ضغط من الأنف يعني تنحل المشكلة لكن المشكلة اللي أكبر اللي هي عند الكبار بكون مصدر الرعاف خلفي يعني من الجزء الخلفي للوثيرة يعني بعيد حوالي سبعة سنتي ستة سنتي إلى داخل نحن الأطباء أنه وصلوا بسهولة يعني وخاصة إذا وجان المريض وعنده وهذول الناس بيجون وعندهم أصلا عندهم رعاف ويكون نزيف كتير ويكون المريض بخايف ويكون مرتعب تعرف يعني منظر الدم صحيح أكيد ومرات ممكن أنه ينزل حتى بشكل كتب وخاصة إذا المريض عنده ضغط نعم يعني في ناس بيقول أنه الضغط بسبب الرعاف لا هو حقيقة أن الضغط بيعمل الرعاف أسوأ يعني إذا واحد صار عنده رعاف هو الضغط سببه إيش تصلب شرائين صحيح والرعاف نفسه بيكون في تصلب شرائين في الشرائين اللي موجودة بالغشاء المفاتر فاللي بعاني من الرعاف ممكن ضغط الدم إذا عاني من ضغط الدم يعني تسوق حالته بالنسبة فلذلك كمان هو لما بشوف الدم بارتفع ضغطه بزيادة وكمان بصير الرعاف أسوأ صحيح رعاف ونزيف في اللحظة اللي زارنا فيها أو من الناس اللي بيقول لك والله أنا بترعاف كتير أو ابني عادة الأغربية العلمة بيجي بيقول لك والله الولد هذا بظل يترعاف هو أكثر مين بعاني أكثر من الرعاف هم الأطفال أم هم نسبة الأطفال نعم الأطفال أكثر وبتيجي بعدها الكبار بالسن يعني الوسطية خنا نحكي الناس اللي أعمارهم أعمارهم بين 12-15 سنة إلى 30-40 عادة أقل ناس بس أكثر ناس اللي هم صغار اللي هم أطفال وكبار السن طب إذا بدنا نتحدث الدكتور عن كتير من الأشخاص اللي بيعانوا من نزيف الآن فيمكن عم بيستنوا يعرفوا كيف ممكن أنهم يوقفوا هذا النزيف يعني يسعفوا بطريقة أنها تقدر أنه توقف هذا النزيف خاصة إذا فيه أشخاص ممكن حتى ممكن أن يعانوا من فقر الدم أو يعانوا من مشاكل يعني يمكن أن هذا النزيف يأتي عليهم بسلبية كبيرة كيف يقدرهم يوقفوا بالطريقتين زي ما تفضلت أول شيء الأمامية اللي هي يعني أنها هي أسهل والخلفية أيضا الأمامية واللي هي أغالبا تيجي مع الشباب الصغار عادة ممكن تصير في البيت وممكن تصير وين في المدرسة لذلك أنا أتمنى من حتى إن شاء الله يكون فيه مدرسين ومعلمين لأنه أنا يمكن حضرت مرة لقاء مع جهة معينة وأنه بيحكوا للناس طريقة أنا بحضر طبعا أنه يضغطوا على العظم من فوق صحيح أنا كمان اسمعي يمكن هاي الطريقة هو حقيقة غلط يعني هذا هون ما فيه شيء يعني إحنا عادة يعني بالطب أي مكان فيه نزيف منضغط على مصدر النزيل بالإيد هون نضغط على مصدر النزيل إحنا منضغط لمدة ثلاث إلى خمس دقائق وين المنطقة الطريقة الأرنبات هذول هذول يضغط عليها بطريقة بقوة ليش لما منضغط من هون ومن هون منيجي على منطقة لتل هذه اللي هي حوالي صانتي فقط من فتحة الأنف اللي هي مكان تجمع الشرايين فلما نضغط على مصدر النزيف عادة ثلاث دقائق ضغطة واحدة بوقف النزيف وهذه مئة بالمئة يعني كل الأطفال إذا الطفل يعني بتعلم هو وأنا يعني في يوم الأيام ابني علمته كيف يعملها هذه الشغلة فصار لحاله لما يسير معاه رعاف هو صغير إنه كيف يتعامل معها بطريقة بسيطة طب بطريقة بسيطة يعني هي عملية الضغط أهم شيء عملية الضغط تنعمل بطريقة سليمة مش منطقة العضن منطقة الوضوح أرجع أكد عليه دكتور لأنه فعلا أنا كمان يعني سمعت وشفت هاي المعلومة إنه كانوا يحكوا إنه من فوق مش من عند منطقة الأرنبات لكن بدي يمكن أنوه عن اتجاه الرأس يعني هلأ في كتير ناس يمكن بيرفعوا رأسهم لا هو إذا رفع رأسه بنزل الدم على الحلة فهذا اللي بدي أعرف يفضل إنه يكون بوضعية الجلوس نعم أو الوقوف إذا ما فيش مكان أو عكورسي أو إشي ولا الأنف للأمام بعد ضغطة زي هيك حتى إذا بدي ينزل الدم لأنهم بيخافوا يمكن إنه كل ما ينزلوا رأسهم إنه ينزل دم أكثر يعني باتقادهم ينزل للأمام بلاش ينزل على حلهم لكن لكن صحيا وأفضل إنه يعني يضغطوا لمدة ثلاث دقائق ويخلوا رأسهم للأمام طب بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من الرعاف في الجهة الخلفية اللي قلت لنا يعني إنها هي داخلية يمكن أكثر من 7 سنط داخل الأنف أو المجاري التنفس أكمل موضوع الأطفال مرات إذا فيه تلج شاشة أو كيسة صغير نايلون أو شي نحط فيه تلج نموضع المنطقة هذه الجبين أو منطقة الأنف نفسه يعني بتساعد شوي لأنه تعرف تلج بيعمل انقباض بالأوعية الدموية فبساعد مرات إنه يوقف الرعاف لكن عملية الضغط لوحدها بأغلب الحالات كافية كافية ولكن بالنسبة للإكبار المشكلة إذا ضغطت هون ما بنكون بأغلب الأحيان وفي منهم ناس الكبار بيكون الرعاف أمامي نعم لكن الأغلبية منهم الرعاف عندهم بيكون خلفي فلذلك ما بنقدر فيفضل إنه بالعادة بالعادة يضل منحني للأمام وبكون يعني يضغط مش غلط يضغط حتى إذا كان أمامي إذا نزل على حلقه ويفتحته وخلي ينزل من حلقه وبعدين يراجع المستشفى لأنه أغلب الكبار ما بوصل المستشفى ولا هو واقف عادة بس يعني يفضل يجي لأنه مرات يكون الرعاف أسوأ كثير من الأطفال نعم يعني الوضعية أمامية انحناء للأمام مع مع تسكير الأنف بهذا الطريقة لكن يعني سبحان الله يعني عادة الرعاف حتى إذا تركنا شوي بوقف بأغلب الأحيان لو تركنا وحتى لو ترك أنفسي لهو بيطلع زي هيك أهم إشي ما يرتعب لأنه إذا ارتعب ارتفع ضغطه صحيح إذا ارتفع ضغطه بالزيادة بزيد النزيف فالذلك يفضل أنه يعني شوية انحناء للأمام يسكر إذا كثير صار ينزل على حلقه يتنخ يعني يطلع الدم اللي ممكن يكون نزل نعم يعني يبزغ من ثمه وضل بهذه الوضعية بعدين شوية تلج ما زبط يراجع الطوارئ بأي مستشفى عادة ممكن حطوله حاج شوية حطوله شغلين نعم قطنة كذا فيها والخلفية دكتور عشان بس نكسب وقت وبالنسبة للرعاف الداخلي اللي ممكن يكون لداخل الأنف في الجهة الخلفية يعني هو أنا عنه أنا بحكي نفس الإشي كله نفس لكن لازم إذا يعني شعر أنه خاصة كبار السن أنه عندهم زادت المشكلة لازم أنهم يتوجهوا نعم هو أهم شغلة ما يرتعبش كثير أنه الرعاف يعني رح يوقف لوحده يعني لو تركه شوية وصبر له شوية بعد كان شوية ثلاث دقائق خمس دقائق في العادة بوقف ليش؟ لأنه يعمليه تجلط الدم جسم الإنسان يعني فيه ميكانيزة يقاص إلها فبعد ما يبلش ينزل الدم هو بصير كراك صغير بصير يعني تكسر بأحد الأوعدمة ويصدق تشقق وبيفتح دكتور سؤال يعني سريع هل الأشخاص اللي بيعانهم إنحراف الوطيرة إذا قاموا بعملية لإصلاحها يعني وتعديلها هل ممكن أنه يروح منهم الرعاف؟ نعم بعض المرضى اللي بيكون عندهم إنحراف الوطيرة أمامي لأنه الهوى بيضرب وبيدخل بيجففها فلذلك إحنا مرتاح من عملية التجفيف هذه بيصير لما يكون سنترا بيكون وسطي الهوى بمر جم ما بيعمل الجفاف في الوطيرة فما بصير شي الرعاف لذلك وعشان يمكن الوقت قصير بس يعني عادة إذا إنه بصير رعاف عند الأطفال أو عند الكبار أنا بنصح راجع الطبيب حتى لو ما عندهم حتى إنه إحنا عادة منشوف بكان الرعاف ممكن نعمل كوي كيميائي أو كوي كهربائي بالعيادة وسهل ومنحط منج موضعي مش مؤلم وأغلب الأطفال منكويهم هم مش عارفين نحن كوينا هم إذا مننا حكي من نكوي معنا بقول لك كواني بيحرقني بس مرات بنضطر نحط حشوات بالأنف مرات بنضطر نعمل قصطرة ومرات بنضطر نعمل تسكير للشريان الرئيسي ممكن عن طريق الرقبة أو عن طريق القصطرة يعني في عدة طرق لتسكير الأوعية الدموية اللي بتسبب النزيف من الأنف يعني مرات تكون توصل مرحلة اللي هو اللي بيوزع الأنف على المنطقة الرئيسية من الأنف لا أكيد دكتور يعني عم نشاهد أنه الأمور الطبية أكيد وخاصة أنه في الأردن يعني عم تشاهد تقدم يعني ممتاز ومنصح كل الأشخاص يعني اللي ممكن أنهم يعانوا من نزيف الأنف أو من الرعاف إذا زاد عن حده زي ما تفضلت وفعلا سبب مشكلة أو سبب يعني نزيف حاد أنهم يتوجهوا لحضرتكم للأخصائي الأنف والأذن والحنجرة وممكن أنه يشخص الحالة وممكن أنه يلاقي حل لهاي المشكلة إذا كانت مشكلة كبيرة وإذا كانت يعني هي مجرد عارض زي ما تفضلت ما يخاف ما يتوتر وممكن أنه بضغط لمدة ثلاث دقائق على أنفه والرأس ما إلا ما ممكن أنها تنحل المشكلة وينتهي النزيف في نهاية لقاءنا بدنا نشكر حضرتك نشكرك على وجودك معنا الدكتور محمد طوال بخصائي الأنف والأذن والحنجرة من جامعة الأردنية شكرا لإلك وشكرا لوجودك يا أهلا فيك شكرا إليك الله يسلم ومشاهدين فاصل قوم بعد عودة لاستكمال فقرات يوم جديد خليكم معنا